عقد وكيل أول حضرموت عمرو بن حبريش العلي في مدينة المكلة اجتماعا مع المدير العام لمكتب صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت المهندس فهمي بن شبراق لمناقشة أوضاع النظافة والتحسين بالمحافظة وتطرق الاجتماع لعدد من المقترحات الهادفة لتطوير صندوق النظافة والتحسين في مدينة المكلة ومنها اشراك القطاع الخاص في أعمال النظافة في بعض المناطق وكذا التشجير في الشوارع الرئيسة لإعادة تأهيلها واستمع الوكيل بن حبريش من مدير عام مكتب صندوق النظافة والتحسين إلى الخطط التطويرية لعمل المكتب وانشطة النظافة والتشجير والإنارة خلال الفترة الحالية والمقبلة والمشاكل والصعوبات التي تعترض سير عمل النظافة والتحسين بساحل حضرموت وشدد وكيل أول حضرموت على تكثيف الجهود لتحسين وضع النظافة في مدينة المكلة وبقية المديريات والاهتمام بالتقييم المستمر الذي يسهم في الارتقاء بأعمال النظافة مؤكدا على ضرورة وضع حلول جذرية مناسبة لانتشال أوضاع النظافة والتحسين ترجمة نانسي قنقر